هذا البرنامج برعاية دلالة القابضة سلام عليكم ورحمة الله أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام في المنتصف لنتابع سويا مؤشرات الأسواق العربية والخليجية والعالمية وأيضا أسواق النفط والعملات والمعادن نبدأ مشاهدين الكرام باستعراض سريع للبرصات القاهرة انخفاض بنصف نقطة مئوية بواقع 77 نقطة وتراجع في المؤشر الرئيس اي جي اكس ثيرتي بهبوط ستة قطاعات أبرزها البنوك بخسائر التجاري الدولي والتعمير والإسكان والاتصالات بتراجع المصرية للاتصالات وأوراسكوم وفي المقابل ربح خمسة قطاعات بصدارة المواد الأساسية مكاسب مصر للألمونيوم وحديد عز في الأردن انخفاض هاميش بثلاثة من مئة فئة المئة بيروت ارتفاع بعشرين فئة المئة الضار البيضاء مستقر عند 12.572 نقطة في البرصات الخليجية نتابع أولا من السعودية ارتفاعا بنصف نقطة مئوية بواقع 34 نقطة وذلك بدعم من مكاسب في 16 قطاعا بصدارة الإعلام بارتفاع تهامة والأبحاث والتسويق والمواد الأساسية بمكاسب كيمانول وسافكو والبنوك بارتفاع الأهلي والراجحي لكن هناك تراجع في قطاع الخدمات التجارية والمهنية وحيدا بهبوط سهم التموين حتى الآن في قطر ارتفاع بعشر في المئة وذلك بمكاسب بخمسة قطاعات من أصل سبعة تشكل السوق بصدارة البضائع والخدمات بنمو قطر للوقود والرعاية والمناعي تلاه العقارات بارتفاع إزدان ومزايا لكن هناك تراجع في قطاع الاتصالات بهبوط أريدو إذن ارتفاع بعشر نقاط تقريبا في السوق القطري الكويت خمسة من مئة في المئة أقل من العشر المئوي بواقع ثلاث نقاط ارتفاعا في بورصة الكويت الأبو ظبي انخفاض بعشرين في المئة بحوالي ثماني نقاط دبي ارتفاع بخمسة وعشرين من مئة في المئة بواقع تسع نقاط تقريبا المؤشر يرتفع لثلاثة ألاف واربعمائة وسبع وخمسين نقطة البحرين تذبذب مائل للارتفاع بستة من مئة في المئة سلطنة عمان تذبذب مائل للانخفاض بخمسة من مئة في المئة الأسواق العالمية وأسعار النفط والعملات والمعادن المشاهدين الكرام في هذا العرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة من رؤية واسعة لأعمار الوطن كانت عيوننا تراكب كل فرصة نثمن ونسوق في جميع خيارات العقارات لنحقق لك سوقا واسعا من الفرص المختلفة ابتداء من التثمين بكل دقة مرورا بالوساطة بكل شفافية وانتهاء بالإنجاز بكل ارتزام نختصف لك كل ما تريد بين يديك دلال العقارية احدى شركات دلال القابضة الثقة والابتكار اهلا بحضراتكم مجددا لان ننتقل لنتعرف على اخر الاخبار الاقتصادية التي وردت الينا ونبدأ بهذا الخبر حيث اكدت برصة قطر ان تأكد مصرف قطر المركزي التزامه بتوفير السيولة الكافية من العملات الاجنبية باسعار صرف العملات المعلنة لتغطية طلبات جميع المستثمرين من الافراد والمؤسسات المحلية والاجنبية اكد انه قد بدد مصادر قلق المستثمرين الدوليين واوضح بيان البرصة القطرية ان تبدد قلق المستثمرين الدوليين سيؤدي الى اتخاذ قرار ايجابي من جانب مؤشر مورغان ستالي الاسواق الناشئة فيما يتعلق بحساب قيمة الريال مقابل العملات الاخرى عند اجراء التحويلات المالية وقعت قطر وتركيا وايران امس بالعاصمة طهران اتفاقية لتسهيل نقل البضائع التجارية وتوسيع العلاقات التجارية عبر تيسيرات لقطاعات النقل البحري والبري بين الدول الثلاث ووفقا للاتفاقية تعتبر ايران البلد الذي سيوفر التسهيلات الخاصة بالعبور والنقل التجاري بين تركيا وقطر ونص الاتفاق بين قطر وتركيا وايران على تشكيل مجموعة عمل تمثل البلدان الثلاثة وتجري او تجرى ثلاثة اجتماعات تقييمية سنويا اعلن رئيس الوزراء العرقي حيدر العبادي انه بصدد اطلاق حملة كبيرة ضد الفاسدين وطالبهم باعدة الاموال التي اختلسوها من الشعب واحضرهم من اللعب بالنار لان مصيرهم سيكون السجون على حد تعبيره من جانبه قال رئيس البرلمان سليم الجبوري ان مؤسسات الدولة تعاني من الفساد وطالب الجميع بالتصدي له اعلنت وزارة النفط العراقية ان الحكومة تعتزم بناء خط انابيب جديد ينقل النفط من حقول كاركوك الى ميناء جهان التركي وسيحل خط الانبيب الجديد محل قطاع قديم ومعطوب من خط الانبيب كاركوك جهان الذي خرج من الخدمة عام 2014 بعدما سيطر تنظيم الدولة على المنطقة التي استعدتها القوات العراقية بجانب التحالف الدولية تحدثت وكالة بلونبرغ الامريكية عن بدء اتصالات بين وزير البترول المصري ونظيره الاسرائيلي حول استئناف مفاوضات استراد القاهرة للغاز الاسرائيلي واكد الوزير المصري لنظيره الاسرائيلي ان العائق الاساسية امام اي اتفاق هو حكم بالغرامة بمبلغ مليارين من الدولارات لصالح شركة الكهرباء الاسرائيلية بقضية قطع امدادات الغاز المصري عن اسرائيل في 2012 وافق البرلمان الجزائري وعلى زيادة اسعار البنزين والديزل المدعومة في موازنة 2018 وسط محاولات حكومية لتعويض الانخفاض الحادي في ارادات الضفط والغاز وتضمنت الموازنة الجديدة رفع ضرائب حالية وفرض ضرائب جديدة على بعض المنتجات المستوردة والمحلية وكذلك تضمنت زيادة في الانفاق بـ 25% بعد عامين من التقليص ارتفع العجز في الميزان التجاري الأردني بنحو 11.2% على أساس سنوي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من 2016 وبحسب دائرة الإحصاءات العامة الأردنية فقد بلغت قيمة العجز حتى نهاية سبتمبر الماضي نحو 9 مليارات و 500 مليون دولار مقابل 8 مليارات و 500 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2016 قالت مؤسسة أدوبي أناليتيكس أن إجمالية مبيعات الجمعة السوداء تجاوز 3 مليارات و 500 مليون دولار يوم السبت الماضي بزيادة بلغت نحو 15.5% تقريبا مقارنة بالعام الماضي وتوقعت المؤسسة أن تصل المبيعات الإلكترونية لرقم قياسي يبلغ 5 مليارات دولار و أن تجني المتاجر عبر الإنترنت 6 مليارات و 600 مليون دولار إضافية في يوم الاثنين الإلكترونية انتهت الأخبار و كذلك التغطية مشاهدين الكرام يتجدد اللقاء بعد حوالي ساعة من الآن السلام عليكم ورحمة الله هذا البرنامج برعاية دلال القابضة الثقة والابتكار